يتبقى معلومة أخيرة أنه في بعض الحالات بيحصل ارتخاء للعضلات في آخر المريء وده بعض الحالات يعني وده بيخلي جزء من محتوىات المعدة يرجع تاني للمريء فيما يعرف طبيا بحاجة اسمها جاسترو أسوفجير رفلاكس ديزيز ده حاجة اسمها يعني خلينا نقول مصطلح كده بسيط أنه هو ارتجاع المريء تمام كده ده بيحصل عند بعض الأطفال لما بقى إيه لما نلاقي إن فيه القشط ده زايد أو بنراعي كل الحاجات دي بس لسه موجود فده بيستدعي علاج إضافي بيعتمد في كتير أو من الأحيان إن إحنا نزود كسافة لبن الرضاعة نزود كسافته يعني ينتقله بيبقى فيه وصف كده لأنواع معانا من الحبوب والحاجات دي كلها عشان لبن الرضاعة ده يتقل فبالتالي يبقى فيه صعوبة إنه هو يرجع فيه حالات كتيرة قوي قوي من دول بيشفى فيها الطفل على فكرة من بعد الشهر السادس أنا حبيت بس عايز أقول لكم دلوقتي معلومة خاصة بموضوع الشهية عند الأطفال بعد حالات الترجيع أو بعد الحالات المرضية لأن فيه ناس كتير قوي بيلحظوا إن الطفل لما بيصاب بحالة مرضية لقدر الله آيان كانت هنوسع بقى الدائرة شوي يعني ترجيع إسهال ارتفاع في الحرارة بيلحظوا وخصوصا لو طفل كان صغير يعني مثلا الطفل في نهاية السنة الأولى في بداية السنة التانية وهكذا بيلحظوا يقولوا إيه يعيني ده الطفل خس آه هو ده صحيح على فكرة إنه هو الطفل بيخس أو بيفطت جزء من وزنه أو حالة الحالة المرضية بتنعكس على مظهره الخارجي بأنه عنده بعض الإعياء فبيبان عليه إنه زي ما يكون أقول لكم يعني المصطلح الجميل الشعبي الجميل الناس يقولوا إيه ده بلان شوي تمام كده زي الوردة كده لما بتدبل بعد الشر طبعا على الأطفال كلهم والكبر كمان عايزة أطمنكم بس إن كل ده بيتصلح بالوقت والوقت ده قد إيه 14 يوم خليكوا حفظين الكلمة دي قوي لو حاجة لي علاقة بالأمعاء مثلا الأمعاء الدقيقة أو المعدة أو كده حاجة لي علاقة بالأكل يعني تمام لما بيحصل مرض الأمعاء بيحصل لها تأثر شوية في الحاجات اللي بيسموها الفيلاي اللي هي بتاعة الأمعاء اللي بتمتص الغذاء والحاجات دي كلها بيحصل فيها تدمير ما هو المرض وحش فبيدمر مش المرض مش هيجي يقول لنا سلام عليكم ويمشي لا بيعمل بيعمل دامج بيعمل خسارة لكن الخسارة دي رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنها بتتصلح والجسم بيعيد بناء نفسه والخلايا بتتجدد وهكذا 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 الفترة الزمنية بتبقى في حدود أسبوعين أسبوعين إلى أن يسترد الطفل شهيته الطفل بيسترد درجة نشاطه الكاملة بيسترد جزء كبير جدا جدا إن لم يكن كل مظهره الخارجي الطبيعي اللي كان عليه قبل حدوث المرض أنا بس حبيت أقول المعلومة دي في الآخر علشان نطمن كل الأمهات والأباء لما لقدر الله أطفالهم بيصابوا بأي حالة مرضية إنه هما ما يخفوش لأنه مسألة الشهية دي بترجع زي ما قلنا ممكن ترجع طبعا أسرع ولكن أقصاها بترجع إلى نمطها الطبيعي أو شكلها الطبيعي في غدون أو في حدود 14 يوم من انتهاء العلاج وليس من بداية المرض يعني لما الطفل يخف خالص خالص والعلاج يخف وحتى لو الطفل خف والعلاج انتهى نعد بقى 14 يوم وبعديها كده إن شاء الله مفيش قلق خالص